السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور ريدا الواحي. موضوع حلقتنا النهاردة عن استخدامات الشاي سواء الاحمر او الاخضر والفرق بينهم في اقافة تساقط وعلاج الصلع الوراسي وعادة الانبات وملء الفراغات. الشاي عامة بيتميز انه بيحتوي على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية المهمة جدا للصحة الشعر. زي ايه? زي مضادات اكسادة قوية جدا زي الفلافينويت. مجموعة من الاحماض الامينية? فيتامينات زي فيتامين اي فيتامين بواحد واثنين وتلاتة وفيتامين سي وفيتامين ايه. المعادن معادن زي ايه? زي الزينك الكالسيوم السيلينيوم الكروم والمانجنيز. والمواد الفعالة الاهم هم مادتين. الكافيين والاي جي سي جي. دول اهم مادتين موجودين في الشاي. الكافيين والاي جي سي جي. وبالتالي الشاي عامة بيعمل على اول الحاجة يكوف عمل هرموني وده زي ما احنا عارفين ده الهرمون المسؤول عن تساقط الشعق في عملية الصلاة الوراس وده عن طريق تزبيط انزيم الفايف الفاردكتيس وده الانزيم المسؤول عن تحويل التستستيرون الى ضاي هيدرو تستستيرون يبقى الشاي بيمنع اي زيادة لهرموني من الاساس. تاني حاجة بيعمل على تنشية الدورة الدموية في فاروة الرأس وبالتالي بيزود من ضخ الدم المحمل بالغزاء والاكسجين الواصل الى جذور وكسائلات الشعر وبالتالي بيعمل على تنشية جذور وكسائلات الشعر تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكسافته كمان بيعمل على إصلاح الشعر التالف كمان بيعمل على ترتيب وتنعيم ولمعان الشعر كمان بيزود من سنق الشعرية وبالتالي بيقو الشعرية ضد التقصف والتقصر كمان بيتميز الشاي إنه بيعمل على تطويل مرحلة الأناجين فيس وده هي مرحلة التنامى والمرحلة دي اللي بيبدأ فيها الشعر ينمو ويزيد فيها طوله ويزيد فيها كسفته والمرحلة دي كل ما طولت كل ما كان الشعر ليه فرصة أكبر في التغزية الجيادة وبالتالي نمو صحي واسرع زيادة فطول الشعر زيادة فكسفته كمان كل ما تولت المرحلة دي كل ما تأخر تساقط الشعر كمان بيأثر من مرحلة التاليجنفس اهلية مرحلة تساقط من مرحلة دي كل ما اسرت كل ما قال تساقط الشعر كمان بيحتوى الشيء على مضادات اجسادها كوية جدا وبالتالي بيعمل على محاربة الجزر الحرة اللي بالسبب تالف بوسيلات الشعر كمان بيعمل على اصلاح التالف منهم وبكده عارفنا الشاي عاماتا بيشتغل ازاي تبقى الفرق ما بين الشاي الاحمر والشاي الاحضر الشاي الاحمر في نسبة كافيين اعلى وبالتالي يستخدم كمقاوم ومعالج للصلاع الوراسي لانه بيعمل على تحفيز وتنشيط جزور وابوسيلات الشعر يعني بيعمل انبات شعر جديد اما الشاي الاخضر فهو بيبقى مقاوم فقط للصلاع الوراسي يعني بيمنع تساقط بيحافظ على الشعر الموجود لكن ما بيحافظ اي انبات جديد للشعر الشاي الاحمر مناسب جدا للشعر الجاف اللي محتاج ترطيب ولمعان اقوى اما الشاي الاخضر فمناسب جدا للشعر الدهن اللي محتاج ترطيب ولمعان متوسط كمان الشاي الاحمر بيعمل على تأخير ظهور الشيب المبكر وكمان بيعمل على علاج الشيب الموجود فعلي اما الشاي الاخضر بيعمل على تأخير ظهور الشيب المبكر فقط طب هنستخدم ازاي? افضل طريقة لاستخدام الشاي سواء كان الاحمر او الاخضر هي موضعيا على فروة الرأس. طب هنعمله ازاي? اولا هنجيبكو بماء ساخن وهنضيف عليه تلات معالق كبيرة من الشاي. وبعد كده هنغطيه لغاية ما يبرط وبعد كده نصفيه. وبعد كده نستخدمه كغسول للشعر. طب ازاي? اولا هنغسل الشعر بتاعنا بشامبو. بعد كده هنشطف بمية عادية. وبعد كده هنضيف الغسول. وبعد كده هندلك بفروة الرأس. وبعد كده هنتركه لمدة ساعة. وبعدين نشطف. طب هنستخدمه كم مرة? هنستخدمه مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. وفي الاخر اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة. بتكونوا استفدتم منها. اي استفصال سيبهوا لي في التعليقات. وان شاء الله هرد عليكم وي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.